موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم مشاهدين في نشرة الأخبار الأخيرة من قناة السعودية البداية بالعنوين القمة العالمية للذكاء الاصطناعي تختتم أعمالها بحزمة من المبادرات والشراكات الدولية الدفاع المدني يسيطر على معظم حريق تنومة ولا إصابات حتى الآن أرمينيا تقول أنها تقوض حرباً ضد الإرهاب الذي تدعمه تركيا في المنطقة اختتمت أعمال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي الذي أقيم تحت رعاية سمو ولي العهد بعنوان الذكاء الاصطناعي لخير البشرية ووعدت القمة برسم مستقبل الذكاء الاصطناعي بشكل جماعي ودون استثناءات حيث دشنت المملكة فرص تعاون دولية مع شركاء عالميين لتمكين هذا الوعد وإطلاق القوة الكاملة للذكاء الاصطناعي من أجل البشرية ووقعت المملكة خلال انعقاد القمة العالمية للذكاء الاصطناعي ثلاثة اتفاقياس استراتيجية مع شركات اي بي ام وعلي بابا وهواوي إضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم مع الاتحاد الدولي للاتصالات لوضع إطار عالمي بدعم التعاون الدولي في مجال الذكاء الاصطناعي تأتي هذه القمة العالمية للذكاء الاصطناعي على هامش استطافة المملكة لقمة العشرين وفي إطار صعي المملكة لتحقيق تطلعاتها في الريادة العالمية من خلال الاقتصاد القائم على البيانات والذكاء الاصطناعي وشاهد أحداث القمة التي استمرت يومين أكثر من أربعة ملايين ونصف المليون مشاهد للبث المباشر لها عبر القنوات المختلفة المتاحة على وسائل التواصل الاجتماعي شارك صاحب السمول أمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية في الاجتماع الوزاري للمجموعة المصاغرة حول سوريا والذي عقد عبر الاتصال المرئي وتضم المجموعة كل من المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الفرنسية وجمهورية ألمانيا الاتحادية استقبل صاحب السمول أمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية في مقر الوزارة بالرياضة المستشارة السياسية الأعلى لوزير الطاقة الأمريكي فوكتوريا كوتس وأجرى خلال الاستقبال استعراض شراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين وأسعب لتعزيز التنسيق والتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك دشنا صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية عبر الاتصال المريل خدمات الأكترونية الجديدة للمديرية العامة للجوازات من خلال المنصات الأكترونية أبشر ومقيم وتشمل هذه الخدمات الأكترونية الجديدة خدمة إصدار وتجديد جواز السفر السعودي للقصر الذين يبلغون من العمر 15 عاما أو أقل وخدمتين تجديد الإقامة وتمديد تأشيرة الخروج والعودة من خارج المملكة وخدمة إصدار تأشيرة خروج النهائي خلال الفترة التجربة وذلك بهدف تسهيل إنجاز خدمات الجوازات باستخدام الوسائل الإلكترونية شاركت المملكة في مؤتمر المانحين لدعم اللاجئين الروهينغا الذي عقد في جنيف اليوم عبر الاتصال المرئي وترأس وفد المملكة المستشار بالدوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيع ويهدف المؤتمر للتعاون بين المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وذلك لتقديم المساعدات وتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة لللاجئين من الروهينغا وتعزيز قدرتهم على الوقاية من فيروس كورونا والاحتياجات الصحية الأخرى إضافة إلى دعم العملية التعليمية وتنمية مهارات أطفال وشباب الروهينغا وتخفيف الضغوط الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه المجتمعات المضيفة لهم تأتي مشاركة المملكة في هذا المؤتمر تأكيدا لنهجها واستمرارا لسياساتها الرامية إلى تخفيف المعاناة الإنسانية عن اللاجئين ومؤازرة المجتمعات المضيفة لهم حول العالم حيث تقدر المساعدات التي قدمتها المملكة لهم خلال العقدين الماضيين بما يقرب من 15 مليار دولار أمريكي أكد مندوب المملكة لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي وقوف المملكة بجانب الشعب اللبناني في أزمته خاصة بعد الانفجار المأساوي الذي هز جزءا من بيروت جاء ذلك على هامش اجتماع المكتب الإقليمي للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي مع المندوبين الدائمين لمجموعة العربية حول لبنان وأكد ما عليه أن المملكة من أوائل الدول التي هبت لمساعدة الشعب اللبناني بعد الانفجار المأساوي والكارثي مجددا الدعم للشعب اللبناني في مواجهة التحديات التي تفاقمت بسبب الانفجار والأثار السلبية التي سببت جائحة كورونا وقال السفير المعلمي أن الأزمة الخطيرة التي تعانيها لبنان ليست أزمة إنسانية وحسب بقدر ما تكون أزمة سياسية مشيرا إلى أن الوضع الذي وصل إليه لبنان هو نتيجة هيمنة بعض التنظيمات شبه العسكرية العاملة خارج نطاق السلطات الحكومية التي يجري توجيهها من قبل قوة خارجية تهدف إلى استخدام لبنان كبيدق في مخططاتها ومؤامراتها وأشار ما عليه إلى أن المملكة كانت داعما قويا للبنان منذ عقود مؤكدا أن لبنان اليوم بحاجة ماسة إلى إصلاح سياسي واقتصادي وأنه من الضرورية أن تكون هناك حكومة وحدة وطنية نزيهة تعمل لمصلحة الشعب اللبناني وازدهاره تستعد الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي غدا الجمعة لتنفيذ آلية عمل مكثفة لاستقبال المصلين القادمين إلى الحرم المكي بحزمة من الإجراءات الوقائية للحفاظ على سلامتهم وذلك بمضاعفة جهود التطهير والتعقيم في المسجد الحرام باستخدام مواد صديقة للبيئة تحافظ على السلامة العامة للقاصدين وتوفر الرئاسة العامة عبوات مأزمزم معقمة مع تواجد فريق إشراف مهمة والتأكد من تطبيق جميع الإجراءات الصحية والوقائية المقدمة لقاصد المسجد الحرام ودعت الرئاسة إلى أهمية التقيد بالتعليمات والإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامات وتعقيم الأيدي والمحافظة على مسافة التباعد الاجتماعي وإحضار السجادة الخاصة وعدم اصطحاب الأطفال قام صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز أمير منطقة عسير بجولة جوية لمتابعة مساحات الإخماد بحريق تنومة والوقوف على أعمال الفرق الميدانية المشاركة يأتي ذلك فيما تواصل فرق الدفاع المدني بالمنطقة إخماد الأجزاء المتبقية للحريق الذي نشب في أشجار وعشاب بالجبل غلامة بمحافظة تنومة وأكدت إمارة المنطقة عدم تسجيل أي إصابات جراء الحريق حتى الآن مضيفة أنه تم إخماد معظم المناطق التي تعرضت للنيران فيما تستمر عملية الإخماد في الأجزاء المتبقية والتي تشكل وعشرين بالمئة وتضم تضاريس وعرة وقالت الإمارة إن طائرات دعم تابعة لشركة أرامكو ستبدأ في الرش المتتابع للمنطقة المتبقية وذلك في تمام الساعة السابعة صباحاً بالتنسيق مع القيادة الميدانية للدفاع المدني وغرفة العمليات المشتركة بإمارة عسير والجهات المشاركة كمواطنين علينا دور كبير وكمسؤولين بأن ننمي هذه الثقافة بقضية المحافظة على البيئة ونهيب جميع الإخوان سواء المواطنين أو المتطوعين أو الرجال الدفاع المدني وكذلك الرجال العامن وبقية الجهات الأخرى الخدمية أن نتعاون مع بعض ونغرس هذه الثقافة لدى الجميع بحيث أن نتعاون في منع مثل هذه الأشياء البعض الآخر قد يتواجد في هذه المواقع وبالتالي يستخدم الحطب والفحم ويترك هذا في موقعه وتأتي الرياح وتنقل الجمر أو اللهب إلى موقع آخر حتى ينتشر حليك لذلك الحقيقة علينا مسؤولية كبيرة وفي أخر المستجدات حول فايروس كورونا في المملكة أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل أربعمائة وواحد إصابة جديدة ليرتفع جمالي عدد الحالات المؤكدة بفايروس كورونا في المملكة إلى ثلاثمائة وثلاثة واربعين ألفا وسبعمائة واربعين وسبعين إصابة فيما سجلت أربعمائة وستة وستون حالة تعافي جديدة ليصل عدد المتعافين إلى ثلاثمائة وثلاثين ألفا ومائة وثمانين حالة تعافي كما سجلت خمسة عشرة حالة وفاة جديدة ليرتفع جمالي ووفيات إلى خمسة ألاف ومائتين وخمسين وفاة رحمهم الله عالميا تجاوزت الإصابة بفايروس كورونا في أسبانيا عتبت المليون مصابة في حين أعلنت ألمانيا أنها تواجه ارتفاعا خطيرا للغاية في عدد الإصابات كما هو الحال في معظم الدول الأوروبية بعد أن أصبحت أول دولة في الاتحاد الأوروبي تتخطى عتبة مليون إصابة بفايروس كورونا المستجد أعلن وزير الصحة في إسبانيا سيلفادور إيا أن الجائحة ليست تحت السيطرة وأنه يتعين اتخاذ إجراءات صارمة للتصدي للوباء الوزير الإسباني أكد أن الحكومة تبحث مع السلطات الإقليمية فرض المزيد من القيود على التنقل بين المناطق وتوقع أن يصعب المرض الأوضاع المعيشية للسكان خلال الأشهر الخمسة أو الستة المقبلة بيانات وزارة الصحة أظهرت أن إجمالية الوفيات في إسبانيا وصلت إلى 34366 وفاة منذ تسجيل أول حالة قبل نحو ثمانية أشهر وفي البرتغال المجاوري واصل الفايروس انتشاره بوتيرة متسارعة رغم تطبيق إجراءات جديدة صارمة السلطات فرضت عقوبات أشد على كل من ينتهك إجراءات الحد من المرض وقالت أن اقتصاد البلاد لن يتحمل إجراءات إغلاق شامل مثل ما حدث قبل عدة أشهر وإلى ألمانيا حيث تجاوزت الإصابات والأربعمائة ألف حالة بعد تسجيل زيادة قياسية لحالات الإصابة اليومية فيما الوفيات باتت قريبة من العشرة آلاف حالة وفاة وزير الصحة الألمانية سيشبان أعلن إصابته بالفايروس ووضع نفسه في الحجر المنزلي في حين استبعدت وزارة الصحة احتمال نقل الوزير المرضى لوزراء ألمان آخرين مؤكدة أن جميع الاجتماعات التي شارك فيها راعة إجراءات التباعد الاجتماعي الأمر الذي لا يستدعي إخضاع بقية الوزراء للحجر الصحي ولبحث تطورات تفشي الفايروس في الدول الأوروبية قرر رؤساء الدول والحكومات الأوروبيين عقد قمة عبر الفيديو بعد أسبوع التداعيات الاقتصادية ما زالت الهاجس الأكبر في القارة العجوز حيث أظهر مسح اقتصادي إفلاس نحو نصف الشركات الصغيرة والمتوسطة في أوروبا خلال العام المقبل وهو ما يبرز حجم الأضرار الاقتصادية الناجمة عن الجائحة من جهة ثانية أعلن رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس أن نطاق حظر التجول الليلي في المدن الفرنسية الكبيرة سيتسع بدءا من السبت ليشمل نحو 46 مليون نسمة بهدف مواجهة الموجة الوبائية الثانية من كورونا وحذر أن الأسابيع المقبلة ستكون قاسية وذلك في سياق إعلان لتوسيع نطاق حظر التجول الذي يمتد من التاسع مساء وحتى السادس صباحا أعلن الرئيس اللبناني مشه العون اليوم تكليف رئيس الوزراء الأسبق سعد الحريري بتشكيل الحكومة الجديدة وقال الحريري أنه سيقوم بتشكيل حكومة اقتصاصيين من غير الحزبيين مهمتها تطبيق الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية الواردة في ورقة المبادرة الفرنسية التي التزمت بها الكتل البرلمانية وذلك بدعم من الحكومة لتطبيقها الحريري تعهد بالعمل على وقف الانهيار الاقتصادي وإعادة إعمار ما دمره انفجار ميناء بيروت البحر منذ أكثر من شهرين وأتسبب بمقتل أكثر من مائة وتسعين شخصا وإصابة أكثر من ستة آلاف وخمسمائة بجروح قال رئيس أرمينيا أرمين سيركيسيان إن بلاده تخوض حربا ضد الإرهاب الدولي والذي تدعمه تركيا بكل ما لديها من أسلحة وعكد الرئيس الأرميني أن العدوان العسكري والتدخل السياسي المباشر والسلوك المدمر للنظام التركي هو حقيقة مثبتة لا جدال فيها مضيفا أن تركيا سعت لتشكيل شبكة إرهابية ضد الأرمن بإرسال المرتزقة من سوريا وليبيا وأشار سيركيسيان إلى أن استمرار الدعم التركي للإرهاب يؤدي إلى إشعال النار في المنطقة ويمثل تهديدا خطيرا للاستقرار والأمن الإقليمي والدولي استأنف مفاوض والاتحاد الأوروبي اليوم محادثات بريكسيت بعدما تراجعت بريطانيا عن قرارها في وقت تعهد فيه الجانبان بالعمل على مدار الساعة للتوصل إلى اتفاق خلال المهلة المتبقية واتفقت بريطانيا والاتحاد الأوروبي في وثيقة مشتركة على ردم الخلافات فور انقذاء فترة ما بعد بريكسيت الانتقالية في ديسمبر المقبل وأفاد متحدث باسم الحكومة البريطانية بأنه في حال فشلت المحادثات فستسدل بلاده الستارة على الفترة الانتقالية بترتيبات بالحد الأدنى مع الاتحاد الأوروبي تحكمها حصص ورسوم منظمة التجارة العالمية أفادت مصادر قضائية بأن السلطات الفرنسية وجهت تهمتي الاعتداء والإهانات العنصرية لامرآتين يشتبه بطعنهما محجبتين ومحاولة نزع حجابيهما قرب برج إفل وتأتي هذه القضية في ظل ارتفاع منسوب التوتر العنصري في فرنسا بعد قيام معلم بعرض رسوم مسيئة للإسلام الأسبوع الماضي كما أثرت هذه الحادثة موجة غضب على وسائل التواصل الاجتماعي بعد التزام الإعلام الفرنسي الصمتة حيال الهجوم الذي اعتبر بشكل واضح مناهضا للمسلمين في الختام هذه أبرز العنوين القمة العالمية للذكاء الاصطناعي تختتم أعمالها بحزمة من المبادرات والشراكات الدولية الدفاع المدني يسيطر على معظم حريق تنومة ولا إصابات حتى الآن أرمينيا تقول أنها تخوض حربا ضد الإرهاب الذي تدعمه تركيا في المنطقة في أمان الله اشتركوا في القناة